السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتابع فيها الحلقة السابقة الحلقة السابقة كانت مخصصة لمناقشة زيارة أو رحلة قامت بها مطربة خليجية إلى الأرض المحتلة إلى فلسطين إلى الداخل الذي يسمى بإسرائيل للقاء طبيب فلسطيني يحمل جنسية إسرائيلية ويقدم علاجا بالطاقة من خلال نظرية يقول أنه هو ابتكرها تحت مسمى الطب الشامل الموحد وأنا وعدتكم في تلك الحلقة أنه إن شاء الله نستعرض بقية معرضته هذه المطربة المهتمة كما يبدو بهذه الفنون فهي أجرت معه لقاء طويل أكثر من ساعة عرضت على قناة هذا الطبيب ومرة أخرى أنا لا أشهر بأحد يعني حريص على أني ما أذكر أسماء لا المطربة ولا الطبيب أولا حتى لا نزيد في شهرتهم وثانيا ليس هدفنا هو التشهير هو نقد الآن لأفكار لمشاريع تقدم من خلال مطربين وممثلين ومشاهير ومؤثرين وإلى آخره ويقوم على رأس هذه المشاريع أيضا أطباء مثقفين كما هو هذه الحالة التي نجدها أمامنا الآن سأستعرض بعض النقاط الأساسية في هذه المقابلة ونتوقف عند النقاط المهمة للتعليق عليها معنا حالة فريدة عالمية تقريبا الأولى من نوعها بحكم أني أنا إذا تعرفوني تعرفوني أني أنا لفيت العالم وإذا متابعت الرحلاتي تعرفوني أنا التقيت بأهم الأطباء والعلماء تقريبا في العالم للتعلم لفهم ما هو الإنسان أو ما هي الروح أو ما هو الجسد أو النفس أو العقل في شيء جديد في شيء أنا ما عارفه في شيء ما سمعت عنه في تركيبة في كومبونيشن علمي أول مرة يمر علي لي تقريبا فترة طويلة أكثر من كم سنة أحاول أني أوصلها فأخيرا وصلت له وصار لازم أني أنا أعمل معالقة وزي ما بدأت تتعلم منها أنت تتعلم ومن عندنا كما هو واضح البداية محاولة يعني للتأثير النفسي أنها هي يعني مثقفة وسافرت كثيرا كما هي سفرات طلاب العلم كما سافر الإمام البخاري مثلا في أسقاع العالم الإسلامي ليجمع الحديث فهي سافرت إلى أنحاء العالم بجواز سفر أجنبي يسمح لها أيضا بدخول ما يسمى إسرائيل مع أنها خليجية ليس فقط لإحياء حفلات الرقص والطرب والتي فيها الكثير من التعري والإقراء للأسف الشديد ولكن أيضا لطلب هذا العلم بين قوسين علم الطاقة وباضح أنها مع كل هذا الاهتمام الذي لديها ما زالت للأسف ليس لديها الخلفية الكافية لأنه التأصيل العلمي والفكري والشرعي غير موجود طيب نكمل الآن في استماع فمن هذا المنطلق ستأسى الأسئلة ولكي أن الطب بعطناش هاي الأجوبة يعني الطب هو عمليا مركز في الجسم في الجسد والعمليات البيو كيميائية وإلكتروماغناطسية بس ما فيش مكان لا للنفس ولا للروح عمليا طورت طريقة علاجية لمسميها الطب الشامل الموحد اللي بواحد الروح والنفس والجسد مع بعض طيب هنا يقول أنه الطب الذي درسه هو كما قلنا سابقا درس في إيطاليا ثم وسع دراسته في ما يسمى إسرائيل ثم فرنسا ثم الولايات المتحدة أنا لم أبحث وراءه قد يكون هناك مبالغات ولكن الأصل أنه صادق في أن لديه شهادات علمية فالطب والجراح وربما على أعلى مستوى دولي هذا ليس موضوعنا هو الآن يقول أنه من خلال دراسته للطب لم يجد الأجوبة الشافية للروح للجانب الروحي وهذا صحيح الطب الشائع اليوم هو طب مادي لأن العلم التجريبي كل اليوم يستبعد أي بعد روحي أو متافيزيقي أو غيبي لا يستبعده فقط من عالم التجربة وهذا هو الأصل طبعا ولكن أيضا يستبعده من الوجود ولا أقول العلم الذي يستبعده من الوجود أقصد المنهج العلموي الفلسفي هو الذي يستبعد الجانب الغيبي غير الخاض على التجربة من الوجود وكأنه يعني لا يؤمن بوجوده أصلا عمليا إحنا إذا نتطلع على الكون نشوف أنه مبني من طاقة معلومات ومادة هذا الكون لا يوجد أي شيء خارج عن هذا الكون يعني أول شيء في عنا معلومات هذه المعلومات هي التي توجه الطاقة أنها تشطل في مسيرة معين محددة وفي عنا الأجسام المادية اللي هي تعبير عن المعلومات اللي موجودة في هذا المجال أيضا ما يقوله هنا عن أن الوجود طاقة ومعلومات ومادة هو غير مسلم به هو مثل كل أقطاب حركة العصر الجديد وهذه ما يسمى بالعلوم يعني علوم الطاقة وغيرها يطلقون مسلمات التي لا نعرف هل هي استنباطات من شيء ما لا يخبرون عنه ثم من أين جاء بالمعلومات الإضافية المعلومات التي توجه الطاقة لتشكل المادة وتتحكم بها وإلى آخره ما للذي قال ذلك؟ أيضا زعم هذا الطبيب أنه مؤسس لعلم جديد حتى ينسب إليه الفضل في تأسيس ما يسمى بالطب الشامل الموحد نعم أنا لم أبحث كثيرا وراءه يعني اطلعت بشكل مبسط ولكن أن يزعم أنه مؤلف لنظام جديد هذا محل نظر لأنه معظم ما رأيته وسمعته بعد مشاهدة هذه المقابلة هو عبارة عن تجميع لأمور موجودة لدى غيره وكما ضربنا مثال ديباك شوبرا الطبيب الهندوسي المشهور عالميا والذي أشهره الإعلام مثل أوبرا وغيره فشوبرا أيضا يزعم أنه مؤسس لشيء جديد حاول أن يجمع ما بين ثقافته الهندوسية وما بين ما تعلمه في كليات الطب لينتج نفس الشيء وأنا من خلال احتكاك السابق لما كنت مهتم بهذه الأمور قبل ما نعرف أحكام الشرعية وخلفياتها الوثنية الشيطانية قبل يعني أكثر من 15 سنة وربما 20 سنة بداية ظهور التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية الذين كانوا مدربين في هذا المجال وكان بعضهم أصدقاء لي كل من أعرف من هؤلاء تقريبا يحاول بأي طريقة أن يؤسس ما يسمى بعلم وهذه جرأة يعني أكثر مما تتصور يعني ما في عالم يستحق كلمة علم في العلم التجريبي في الفيزياء الرياضيات وكذا أنه يجرع على أن يزعم أنه مؤسس علم علم كامل وليس نظرية أو فرضية بل علم يعني كلمة كبيرة جدا العلم هو عبارة عن هيكل كامل وبداخله نظريات وفرضيات وتجارب ربما تيارات حتى شاملة داخل العلم نفسه فهؤلاء ليسوا مؤسسي تيار ولا نظرية وإنما علم بحد ذاته فحتى لو كانوا صادقين في أشياء كثيرة مجرد أن ترى أن هؤلاء يزعمون أنهم مؤسسين لهذه الأشياء هذا يشككك بمصداقيتهم من البداية أي جسم إن كان إلكترون أو إن كان أي مادة نرى هذا أنه يوجد مجال مغناطيسي وهذا المجال المغناطيسي يوجد معلومات محددة إذا منطبقوا على جسم الإنسان نلاقي إنه جسم الإنسان في حواليك ما المجال مغناطيسي سعى اللي هي الطاقة الحيوية الآن يقول الإلكترون له مجال مغناطيسي وبنفس الطريقة هو استنتج أيضاً أن الجسم له مجال مغناطيسي هذا التشابه فيما بينهما هو الذي ينشئ ما فهمه هو أنه الروح سماه الروح وهو المجال المغناطيسي اللي فيه أيضاً طاقة حيوية خلط كبير جداً ما بين القياس قياس الجسم البشري على الإلكترون لأن العالم ما دون الذر له نظريات وعالم مختلف تماما كما يعرف كل من درس نظرية نسبية وفيزياء الكم القوانين التي تطبق في هذا العالم الصغير ليس كما هو حال العالم الذي نعرفه نحن في مستوانا الطبيعي الذي تطبق فيه نظريات نيوتن فالقياس من البداية غلط ثم تسميت هذا بالروح هذه يعني محل نظر ومع ذلك أنا لا أقول هي خاطئة 100% نعم الروح موجودة بعدما اتفق عليه ولها آثار منها وأهمها الحياة فعندما تنزع الروح تذهب معها الحياة وعندما تنفخ الروح في الجنين أيضا تخلق معه الحياة لكن مع ذلك أن تقيس الروح أو تتحكم بها أو تؤثر عليها سواء بمحاولة العبث بما يسمى الطاقة الحيوية أو بمؤثرات أخرى هذا محل نظر ثم أن يقاس هذا على المجال الكهرومغناطيسي أو المغناطيسي هذا شيء غريب جدا وما في عليه أي دليل وهذا المجال المغناطيسي هو اللي بعطينا الترتيب والنظام الفيزيولوجي في الجسم يعني كل شيء يصير لنا بشكل عفوي نتيجة تفاعلات كيموية في الجسم لنتيجة وجود مجال مغناطيسي اللي بيرتب كل الفعاليات في الجسم بشكل محدد فسميتها روح لأنه تعطيها الحياة ليش الروح؟ يعني منعرف الروح هي الطاقة والمعلومات اللي بتعطي للجسد الحياة هنا نرى أيضا الروح هي الطاقة والمعلومات وقال هناك مادة وطاقة ومعلومات هذه مكونات الوجود الثلاثة ثم خصص الروح لتكون هي الطاقة والمعلومات أيضا من الذي قال هذا وأنا أيضا أكرر الطاقة كما يسمونها نعم أعترف بوجودها لكن أنا قلت سابقا بأن ما يسمونه الطاقة الحيوية والتي ترجمها هذا الطبيب لأنه مسلم في الأصل على أنها الروح أو ربما أي شخص آخر مختص بهذا العلم يحاول أن يقحمه في الأديان فيسميه هو الروح أيضا نعم هو متداخل مع الروح لكن أن يكون هو الروح نفسها فهذا هو الإشكال قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا وكتاب الروح لابن القيم وأنصحكم بقراءته ولو أنه هناك شكوك بنسبته مئة بالمئة يعني إلى ابن القيم رحمه الله لكنه كتاب جريء وأجرأ ما فيه أنه لا يكتفي بالنصوص لأن النصوص لم تقل كل شيء يعني القرآن والسنة لم تخبرنا كل شيء عن الروح وعن عالم البرزخ فهو أيضا اقتبس أو كما يبدو لي أخذ الكثير من هذه المعلومات التي ضمنها في كتابه من الآثار من الروايات من القصص التي تقال عن من رأوا بعض حالات عذاب القبر وأمور أخرى طبعا هناك ربما أساطير أيضا نقلت وليس كل هذا صحيح مئة بالمئة لكن أقصد الدخول في عالم الجن يتطلب استماعك إلى الكثير ممن خاضوا في علم الرقية لأن الرقية ليست مجرد قراءة للقرآن الكريم وانتهى الأمر الرقية تقحمك في عالم الجن تدير معهم حوار أحيانا عندما ينطقون تتفاوض معهم أحيانا قد يضطر الراقي لقتل الجن الشيطان لإحراقه بالقرآن الكريم وهذا أيضا ليس أمرا سهلا ولا يمكن إجراؤه على يد أي شخص طبعا وهناك مؤهلات شخصية لدى الراقي حتى يكون قادرا على دخول هذا العالم والخروج منه بسلام أيضا وإجراء هذه المفاوضات والمفاوضات لها درجات طبعا وهذا في النهاية عالم يتداول وهو ليس موجودا في القرآن ولا في السنة هناك مؤشرات عليه طبعا لكنه ليس متداولا وليس متضمنا في النصوص الشرعية فإذا نعود إلى كتاب الروح لابن القيم هو تحدث عن الفوارق بين النفس والروح وهي نظريات ليست كلها محل إجماع طبعا ورجح ابن تيمي وابن القيم وحسب علمي هو رأي جمهور العلماء أن الروح ليست جوهرا مستقلا ولا عرضا من أعراض الجسم كما هي مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين بل هو جسم لطيف يحل أو يسري في البدن كسرايان الدهني في الزيتون يعني الزيت في الزيتون كيف يكون متغلغل في كل خلاياه بهذا التشبيه وأيضا كما تحل أو تسري النار في الحطب حسب مفاهيمهم القديمة طبعا هو مكان مفهومهم للنار ليس كما نفهمه الآن على أنه غاز وفوتونات لكن هو تشبيه لهذه الحالة فإذن الروح تأخذ شكل الجسد وموجودة فيه متغلغلة في كل تفاصيله في كل خلاياه وعندما تنزع عند النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت إلى آخر الآية وكلمة النفس والأنفس أيضا تطلق كما قال ابن القيم على الروح يعني هي مرادفة له في بعض المصطلحات وفي بعض الآيات وفي بعض السياقات وفي أحيان أخرى تكون مفارقة ومختلفة لكن هذا ليس موضوعنا المهم الآن هنا أنه بهذا المعنى لا يمكن أن تقول أنها هي المعلومات مثلا لأن المعلومات حسب فهمي أيضا لا يمكن أن تكون موجودة وجودا مستقلا لا يوجد معلومات تحوم في الفضاء أو شيء مستقل هي أمور تعقل في الذهن في ذهن شيء مادي أو حتى روحاني هذا كلام فلسفي أنا لا أريد أن أخوض فيه كثيرا خلينا نكمل الآن هو عمليه لم يموت من السرطان نفسه يموت من السبب الذي أدى له الظهور السرطان السبب الذي أدى له الظهور السرطان هو هبوط الطاقة الحيوية في الجسم وهبوط الطاقة الحيوية في هذا العضو نتيجة أزمة نفسية اللي أخذت من العضو الطاقة الحيوية يعني فيه علاقة مباشرة بين الأزمات النفسية والضعف الطاقة الحيوية في العضو في العضو الملائم للأزمة هو يقول هنا شيئا قاله في الحلقة السابقة وأنا نقشته لما قال السرطان سببه هو هبوط الطاقة في خلايا معينة فتقوم الخلية بمحاولة زيادة الطاقة الحيوية هذا الخلل هو الذي يسبب الخلل الأكبر أو انتشار السرطان في الخلايا المجاورة وإلى آخره كما قلت أنا أيضا هذا ليس هناك أي دليل عليه ومع ذلك أنا لا أستبعد حسب ما سمعت من بعض المتابعين المهتمين أن هناك أسباب روحانية بمعنى هناك من يصاب الحسد فيصيبه السرطان أحد المشايخ المهتمين في الموضوع كان يقول لي وهذا على مسؤوليته أن السرطان لا يكون إلا حسد لكن طبعا كما قلت أنا في الحلقة السابقة السرطان في كثير منه تكون حالات معروفة وقابلة للدراسة في أسبابها كسرطان الحنجر الذي ينشأ عن التدخين مثلا فليس بالضرورة هو سبب روحاني حتى لو كان الطب لا يستطيع أن يفسر ما هو السرطان بشكل عام مصراء الغليز له علاقة بالخوف من النقد فبتضح أنه الخوف من النقد عمل التهاب بالمفصل نتيجة تشكير النصار حتى لما إحنا مننتقد حدا قلتلك ليش عملت هيك ونستعمل هذا الإسباب مرة شفت حدا مننتقد هيك قلتلك لا لا ليش لأنه هذا الإصبع لو علاقة بالكالب ليش علاقة بالنصار الغليز هنا يقول كلاما طويلا عن أنه الخوف من النقد يسبب انغلاق مسار الطاقة وطبعا هنا السؤال كيف عرفت وهو أمر لا يقاس كيف عرفت ذلك يعني بكل بساطة أنا لو قلت لك أنه لو جاءني الآن أي شخص يريد أن يتعالج ثم من خلال كلامه قال أنه عنده الوجع في القولون ومرض القولون العصبي معروف لدى الأطباء لأن القولون أو الأمعاء الغليظة فيها الكثير من الأعصاب فيها تتأثر بالحالة النفسية الآن لو سمينا هذا تأثرا أو تأثيرا على الطاقة الحيوية للإنسان واستثنينا موضوع الأعصاب هنا أو اعتبرناها هي متأثرة وليست مؤثرة فبكل بساطة يمكن لأي طبيب أن يستنتج أسباب روحانية أو نفسية لأي مرض لدى أي مريض جاء إليه يعني الطبيب الآن لو هو العيادة لغرفة استماع كما هو حال الطبيب النفسي اللي هي الأريكة التي نعرفها عند فرويد يتمدد ويبدأ بالاعتراف والإجابة على الأسئلة لو سأله أي أسئلة عن القلق أو الخوف من النقد أو خوف من المستقبل أو أي شيء ما أظن في إنسان إلا عنده شيء من هذا الخوف فببساطة يمكنك أن تربطها بنتائج لها علاقة بحالته الصحية البدنية ثم تقول نعم هذا سبب ذاك وهذا أسلوب غير علمي نهائيا فأنت مثلا لما تريد أن تبحث بطريقة تجريبية عن أثر الطعام على حالتك الصحية يجب أن تطلب منه أن يصوم عن كل شيء ويأكل شيء معين حتى تعرف هل هو المتسبب في هذه الحالة أو لا فأيضا هذا الإنسان إذا كانت هناك أسباب نفسية هو أيضا يتعرض لحالات الحزن والسعادة والقلق وكل شيء وربما على مدى طويل بعضها أثر نعم على نفسيته وبعضها لا وكل هذه الأشياء موجودة في حياة كل إنسان كل فرد طبعا حتى لو كان غنيا ومرفها في حياتي عنده شيء من الخوف وشيء من القلق فبكل بساطة رأي استجوبته سيقول نعم صحيح أنا أمس كنت عندي هذا القلق مثلا أو في الشهر الماضي كان عندي قلق ونعم في نفس الوقت نعم أنا استنتجت أنه عندي هذه الأعراض النفسية إلى آخره هذا أنا أقول بشكل عام لكن أصلا نحن نعرف أن القلون أصلا يتأثر نعم بالحالة النفسية فما هو الدليل أنه هذا يؤثر على الطاقة الحيوية طالما نحن لم نعترف بوجود الطاقة الحيوية نفسها أصلا بهذا المعنى وأنا مرة أخرى لا أنكر وجود الطاقة الحيوية كما قلنا أو الروح كما يفهمونها لكن أقول لا تستطيع أن ترصد هذه التأثيرات لأنك لا تستطيع أن تعزل المؤثرات حتى تدرسها بطريقة علمية أن الثد اليمين له علاقة في أزمة غير جنسية مع الزوج إذا يخونها بأثر على عنق الرحم ها اوكي اذا مش الخيانة مش الخيانة الجلسية شو عندنا لما بيكون فيه مثلا جدال طول وقت بفهموش واحد الثاني مشاكل ومشاكل اوكي سور صدر اليمين هو فقدان طاقة حيوية عاطفية مع الرجل مع الرجل من المرأة مع الرجل صدر الشمال صدر الشمال له علاقة في الام وبالولاد يعني اذا منطلع اكتر من اللازم طاقات حيوية عاطفية على مشاكل مع الام أو مع الولاد هاي الطاقة بتيجي من الثدي اليسار طبعا هذا نتيجة لكلام اللي كنا بنحكيه قبل قليل يعني ربط الثدي الايمن بالعاطفة الجانب العاطفي او الجنسي ثم ربط اليسار بالمشاكل بالامومة مشاكل الام مع اولادها او مع امها هنا تأتي الفلسفة دائما مثل ما قال في الحلقة السابقة الارض مؤنثة والسماء مذكرة فما يخرج من الارض من جذور مختلف عن ما تنتجه النبات في السماء يعني في الجو الخارجي من ثمار فهذا مؤنث وهذا مذكر وبالعكس هذه كلها فلسفة نعم قد تستنتج اختلاف لتأثيرات صحية ينتجها اكل هذه الاشياء لكن ربطها بفلسفة وتسميت شيء معين انثوي والشيء اخر مذكر بدون اي دليل بدون اي رابط جنسي بين هذه الامور فهذه فلسفة وفلسفة ليست مبنية لا على مسلمات عقلية ولا على استنتاجات منطقية بل هذا مجرد هوى هذا مقبول في الشعر وفي الادب ولكن ليس في الطب ولا في العلم طبعا وبالاحرى ليس في الدين ايضا لانه هذا دين في النهاية هذه عقيدة يبنون عليها مسلمات ويبنون عليها تصور للكون ومعنى جديد للحياة والى اخره فايضا هنا اسأل نفس السؤال السابق يعني بكل بساطة لو جاءت اي مريضة وسألته عن سبب اصابتها بالسرطان في ثديها الايمن فهو لو سألها هل لديك مشكلة مع زوجك اظن ما في امرأة في الحياة الا ولديها مشكلة قد تكون كبيرة او صغيرة لكن هو لو هيئها نفسيا لهذا السؤال نعم ستقول نعم هناك مشكلة خصوصا لو كان هناك استجواب مفصل سيجد الجواب هو نعم اذا سيربط بين هذا وبين السرطان بنفس الطريقة لو عندها سرطان في الثدي الايسر ويسألها هل انت عندك مشكلة مع اولادك كما قلت ايضا لو كان حتى اولادها يعني اقرب الى الملائكة في برهم بها ما في ايضا حالة كاملة ومثالية ستقول نعم هناك مشكلة خصوصا لو كان في استجواب تفصيلي فسيربط في النهاية بهذه الطريقة الفلسفية بين هذه الأجوبة وبين الحالة الصحية وهذه الشفرة عمليا عينت لما بصير فيه الالتقاء بين الحيوان المنوي مع البويضة وبصير فيه صفات للإنسان فبطل على الشخص بعرف أنه هل فيه عنده الطاقة الذكرية أكثر من أنثوية هل فيه عنده مثلا عنصر النار فتلاقيه إشكر وعيون الزرق عند الأبو فيه عنده هواء وطراب عند الأم عندها هواء وماء ومفيش عندهن نار بس لما التكوا وحبوا بعض وصار التكوين كانت في فصل الصيف وأكلوا بأكلات اللي هي حارة وشريمس وكانت فيه النار إذا بيطلع أنه الولد فيه نار مع أنه لا الأم ولا الأبو عنده النار فممكن حتى يطلع إشكر وعيونه زرق طبعا هذا كلام خطير وهو أيضا مرتبط بالفلسفة التي يطلقون أو يقيمون على أساسها كل ما لديهم من منهج تفكير ومنهج علاج وإلى آخره إنه يقول إذا الشخص ناري لديهم تصنيفات طبعا وهذا الفلسفة القديمة تصنيف عناصر الطبيعة إلى نار وماء وهواء وتراب وبعضهم يضيف الخشب أيضا في العناصر الخمسة فيصنفون البشر بناء على ذلك أيضا شخص ناري وشخص هوائي وشخص مائي وشخص ترابي العجيب لما تفسر شكل وملامح الإنسان بناء على هذه الفلسفة وبناء على ما أكله الأم والأب في وقت معين ومتى صار التلقيح يعني هنا نضرب نحن قوانين الوراثة التي درسناها في المرحلة الثانوية ولا تحتاج حتى لطبيب وهي أمور مثبتة علميا لما يكون لون العين لدى الأم أسود ولون العينين لدى الأب مثلا أخضر ثم يحدث هذا التزاوج فتكون نتيجة معروفة علميا وتكون النتيجة محسوبة يعني من البداية وتكون النتائج صحيحة كما تنبأ العلم فهذا ما له علاقة بنوع الطعام والشراب وموعد التزاوج وإلى آخره هذا يشبه التنجيم أنت متى ولدت في وقت معين أو تم التلقيح في بطن الأم في وقت معين أيضا من وجود البرج في مكان معين فإذن شخصيتك تكون كذلك هذا كله ليس مجرد خرافة وإنما ما في أي دليل عليه أصلا بل هو ناتج عن تأثير الفلسفة تأثير فكرة وثنية وهي أن هذه الأفلاك التي نعرف الآن أنها عبارة عن كواكب تدور في هذا الفضاء هي أجسام نورانية ولها قدرات للتأثير على أجسام الإنسان راح يطلع الحين ديكاترا وعلمة طالع لنا دكتور نادر بطة ثلاثين سنة جراحات قلب وشرايين وأدمغة وما في مخمى في تحتك تجي تكلمهم بالعناصر والنار والهوى والتراب نعم شنو بالنسبة له الناس اللي هما للآن صار فيه مرض اسمه أعطيني الدليل آه أوكي ما هو الدليل على اللي تقوله أنه فيه نار وفيه تراب وفيه ماء نطلع على كل المعلومات وكل العلم اللي تراكم منذ وجود الإنسان فمش معقول نقول إنه كل المعلومات اللي اللي تراكمت لحد اليوم اللي صار ألاف السنين ألاف السنين من النجاح آه من النجاح من النجاح مجرد تطلعوا على الصين وطلعوا على الهند بالطب وما فيش عندهم طب الحديث لا والعداد آه نقول خلينا نكون حاكمين ونطلع على تجربة السابقين يعني هنا مرة أخرى للأسف نرى أثر السطحية لدى هذه الفنانة التي كنا نتمنى لو أنها بقيت في الفن أو لو أنها لم تحترف الفن أصلاً وهذا الإغراء الذي يسمى بالفن ولكن نسأل الله لها أن يهديها هي وكل من يخوض في هذا الأمر وأن تتذكر الآخرة لأنها في النهاية لن تحاسب فقط على التعري والإغراءات التي تقوم بها بل أيضاً على التضليل الذي تنشره بين الشباب بين عوام الناس لديها كما قلت أكثر من خمسة ملايين متابع في حسابها الذي أخذنا منه هذه المقابلات فكل إنسان يوم القيامة سيطالب بحقه من الذي كان سبباً في تضليله إما بأن يأخذ عنه جزءاً من العذاب وهذا لن يحدث كما في الآية الكريمة أو على الأقل أن يحاسب معه وهذا من العدل طبعاً فالله نجينا ويهدينا ويثبتنا طبعاً هنا تسأله ما هو دليلك بما أن الأطباء سيعتبره أن قلامك غلط فالجواب كما رأينا هناك تراكم آلاف السنين من هذه المعارف في الصين والهند ونقول نعم تراكمت وتراكمت هناك خرافات أيضاً كثيرة يعني بما أنه يقول أنه مؤمن بالله ومؤمن بالإسلام ما هو رأيه في عبادة الهندوسية للأصنام والأوثان وكل الميثولوجيا الهندية فهي متوارثة من آلاف السنين في الصين وفي الهند وفي شعوب أخرى تقريباً كل شعب لديه خرافات ممتدة لآلاف السنين لكن حتى لو كما يقول أنها أثبتت نجاعتها كما هو الحال في الإبر الصيني الكثيرون يسألون نعم نحن نرى نتائج لها وأنا لا أستبعد ذلك لكن مرة أخرى هناك منهج كامل أقيم على أساس فلسفي جزء منه صحيح وجزء كبير منه خاطئ والأساس الفلسفي له محل نقد ونظر لأنه لا يمكن إثباته لا بالتجربة ولا حتى بأي أدوات أخرى ثم وهذا هو الأهم ثبت لدينا من خلال الاحتكاك وهذا سنأتي إليه ألاحقاً بأن هؤلاء تظهر على أيديهم الشياطين ويحدث تلبس الجن في كل حالات العلاج لديهم إذن ثبت لدينا أن هناك أصل شيطاني لكل هذه الأمور فهذا يكفي لتنظر بعين الريبة والشك لكل هذه الأمور حتى لو كانت نافعة في جزء ما لأنه السحر نفسه أيضاً فيه منفع كبيرة تقريباً ما فيه شيء في هذا العالم إلا وفيه نفع فالخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس بعض المفسرين بدأوا يتساءلوا ما هي المنافع معظمهم كان أو كثير منهم يقول منافع المادية فالربح مع أنها محرمة نحن نقول نعم هناك منافع أخرى أصلاً لماذا البعض يشرب هذا الخمر؟ لأنه طعمه كما يقال ليس طيباً لأنه يعطيك شعور النشوة يساعدك على نسيان الهموم ولو مؤقتاً إذن هناك منفع أخرى ليس فقط مادية لمن يبيعه يشتري وهنا أيضاً هناك منفع علاجية ولكن في المقابل هناك ضريبة هائلة تدفع من عقيدتك ومن راحتك النفسية يعني أنا لما أجيت سألت السؤال هل وجود للروح؟ طبعاً كل دكتور وكل فيش روح هاي يعني أفكار لأشعوب بدائيين فأنا قلت مش محقول إنه فيش روح ولقيت نفسي بفوت في مجال الفيزياء لأنه هاي معلومات وطاقة ومادة علم الفيزياء هو اللي بعطين للرد صحيح فرحت للفيزياء وسألت الأسئلة طب هاي اللي زيقات كيف خلقات؟ أنت كنت للي قبل انفجار عظيم ما كانش فيه إشي كيف ممكن أنت تخلق إشي من ولا إشي؟ والحمد لله لحد اليوم نشرت 13 مقالة في الفيزياء بتكت بـ International Journal of Psychiatric Research بطلع كل المقالات اللي كتبتها في مجال الطب الشام الموحد والمقالات الفيزياء انتشرت في مجالة اللي اسمها Journal of High Energy Physics, Cosmology and Gravitation 13 مقالة اللي أخدت كل المشاكل الموجودة بالفيزياء اللي ملهاش حل هنا نقطة مهمة لما قال إنه لديه 12 مقال فيزيائي احنا دخلنا الموقع اللي تحدث عنه بعد ما بحثنا عنه لأنه وقال سيضع الرابط ولم يضع رابط هذه المجلة هو بالمناسبة أخطأ باسم المجلة التي ذكرها عكس آخر كلمتين لكن مش مشكلة دخلنا الموقع وأنا بحثت عن المجلة التي لم أكن أسمع بها وبما أني غير مختص بالفيزياء فطلبت استشارة الصديق والزميل الذي استضفناه سابقا في هذا القناة مصباح السراج اللي معه ماجستير في الفيزياء من جامعة ماكجيل من أهم جامعات العالم وكان له رأي مشابه لرأيي بالأكثر تخصصية أولا لما شخص صغير مختص بالفيزياء وينشر 12 مقال من يوليو 2020 إلى أكتوبر 2020 اللي آخر مقال نشره مؤخرا من فترة قريبة في أقل من سنتين ونصف 12 مقال ينشر باسم باحث واحد وهذا نادر جدا يعني تقريبا أكثر من 90% من الأبحاث والأوراق العلمية الأكاديمية تنشر بأكثر من شخصين في كل بحث يكون مشروع بحثي وربما يكون في طلاب أيضا يساعدوه هذا شخص واحد ما في غيره 12 مقال فيزيائي ومعظمها أو كثير منها يبدأ بالنيوثيوري يعني نظرية جديدة في كذا وهذا يعني جرأة هائلة لا يجرأ عليها حتى كبار فيزيائي العالم اللي معاهم جائزة نوبل أيضا الأخ مصباح بعدما اطلع على هذه المقالات كلها مليئة بمعادلات منقولة من كتب أخرى من المصادر التي كان يعتبرها مراجع وأنه كل ما ذكره معروف ما في شيء إبداعي قص ولسق لكن بعدين حاول أن نستنتج منها نظريات خاطئة 100% هنا قد يسأل البعض كيف نشرها طيب في مجلة علمية دائما كل مجلة لها ما يسمى بالإمباكت فاكتور اللي هو المعامل الذي من خلاله تعرف قيمة هذه المجلة من حيث عدد الاقتباسات ونسبتها في كل سنة هذه المجلة المعامل تبعها أقل من نصف يعني 0.5 مجلات المحترمة تكون 5 أو أقل بقليل فإعني ما تكون هذه أقل إلى هذه الدرجة يعني أقل بعشر مرات من المجلات المحترمة فهي ليست مجلة هناك الكثير الكثير من المجلات والمؤتمرات العلمية وحتى ما يسمى بجامعات في الغرب هي عبارة عن دكاكين بعضها مرخص ومصرح به ويعمل ليس في الظل وإنما في العلن ولكن ليس لهائق قيمة يلجأ لها أحيانا فعلا إما دكاترا أو يعني طلاب ماجستير ودكتوراه حتى فقط يرفع من قيمة السيفي اللي عنده أنه نشر في أكثر من مجلة لكن أنا كما أقول دائما أن تحصل على شهادة الدكتوراه مثلا من دكان من هذه الدكاكين هو أسوأ بكثير من أن تبقى على درجة الماجستير أو الباكالوريوس بدون أي شهادة من هذا المستوى لو فرضنا أن مستوىك العلمي يظل كما هو في الحالتين لأن حمل هذا اللقب من أماكن كهذه هو أمر مشبوه جدا ويسيء إلى سمعتك فهذا الطبيب لما يقول وهو ليس مختصا أنه نشر 12 مقال علمي فيزيائي في مجلة علمية ومثل هذه الفنانة التي لا تعرف شيء عن كل ما يقوله وهي يعني لو أصلا كلفت نفسها عن ذهاب هذا الموقع والبحث سترى كلام باللغة الإنجليزية من أول والآخر مليان معادلات ستنبهر وهي منبهرة أصلا قبل أن تدخل في هذا قبل أن تحاول أن تبحث ولن تعرف شيء مما تقرأ أصلا وكل من يدخل في هذا المجال وينبهر بهؤلاء لن يصل إلى مرحلة أن يبحث ويتعمق ويحاول أن يسائل هؤلاء هو يرى النتائج النتائج على العملية نعم موجودة ولكنها نتائج كارثية المشاكل الموجودة بالفيزياء اللي ملهاش حل يعني سألت السؤال الإلكترون شو شكله الفيزياء بقوله ما لهو الشكل كيف ما لهو الشكل وبتقول لي فيه له قطر ولقيت أنه للإلكترون له شكل حوامي بدور بدون الدوران ما فيش كتلة الكتلة عمليا خلقت نتيجة وجود الحركة يعني قبل ما يكون فيه حركة كان فيه فراغ وهذا الفراغ مش فاضي مليان لما بتصير فيه حركة بتصير المادة هذا الكلام أنا أيضا أرسلته للأخ مصباح وسأنقل لكم رده باختصار أولا العلماء لم يحددوا شكل الإلكترون ولا قطره بل يتحدثون عن قطر ما صارت الإلكترون أيضا الإلكترون لم يكن ثابتا ثم تحرك بل هو لا يكون ثابتا أصلا ثم بعد قليل سيأتي في المقابلة كلامه عن قانون الثالوث أحد قوانين الطبيعة التي اكتشفها كما يقول ومنها أن جسيمات مكونة من ثلاث كواركات وهذا أيضا خطأ هناك جسيمات كثيرة مكونة من كواركين فقط أيضا ارتكب خطأ فادح لما قال أن الشيء الساكن ليست له كتلة ولما يتحرك تظهر كتلته وهذا أيضا خطأ في النظرية النسبية لأينشتاين الكتلة ستتغير عند الحركة ولكنها لا تنشأ من الصفر أيضا كلامه عن الفراغ المليان هو استعارة فيزيائيا نعم الفيزيائيون يقولون الفراغ هو فارغ من المادة ولكن فيه حقول طاقة أما قبل الانفجار العظيم فليس كل شيء كان ساكنا بل كان هناك تفاوت في الكثافة بين المكونات اللي كانت موجودة في الحيز الصغير قبل أن ينفجر ثم بعد الانفجار من خلال هذا التفاوت تكونت الأجراء من خلال هذا التفاوت في الكثافة وركزتهم في سبع قوانين كونية وعن طريق هذول سبع القوانين كونية ممكن تطبقيهم على أي مجال بالدكية إن كان روحاني ولا إن كان بيولوجي أو إن كان طبي أو إن كان فيزيائي بالدكية كل شيء كل شيء هنا يقول القوانين السبعة وأنا سمعت القوانين ولكن لا أريد أن أتوقف عندها الأول هو التوحيد الذي يقول أنه طبقه على كل شيء طبعا بكل بساطة وسذاجة وسطحية لا إله إلا الله نستنتج منه إذن هناك وحدانية في هذا الكون من التوحيد الذي نفهمه نحن بتوحيد المعبود وهو الله نستنتج ما يسمى بوحدة الوجود ننطلق من التوحيد إلى الكارثة الكبرى وهي نقيض التوحيد فقط بسوء الفهم والجهل وهو أيضا يزعم هنا أنه اخترع ما لم يأتي به الفيزيائيون وهو نظرية كل شيء تقريبا هذا هو معنى كلامه النظرية التي أهدر عمره ستيفن هوكينغ فيها ولم يصل إلى شيء هو تقريبا يعني يزعم بشكل غير مباشر أنه وصل إليها من خلال فهمه الإلكترونات والأجسام دون الذرية وفهمه للروح فحاول ندمج كل هذا في بعضه وأراد أن يضع من القوانين هذه السبعة نظرية تعيد فهم كل هذا الوجود كلام جدا 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 جري هذا نوما كان أصلا كله أكاديب مئات الملايين من المسلمين يطفون حول الكعبة ما يعرفون ليش ويروح مش فاهم ومش فاهم أنه في حديث عن الرسول الله السلسان يقول يأتون أن اللي يروح للحاج يأتي كما ولدته أمة ينظف من الذنوب أو الطاقات السلبية الآن نرجع أنه علم الطواف هو أحد القوانين السبعة أو ثاني القوانين السبعة بعد التوحيد نعم اللي هو كل شيء إذن الطواف حول الكعبة لغاية علمية ترجع الإنسان لمكونة الأصلي في أنه هو يرجع كل الباور اللي كان فأقدر بزت يعني بصير جزء من كوة منظومة كاملة منظومة كاملة اللي بتصير وكأنني أنا صورة خلية صغيرة في هاي المنظومة في هاي المنظومة نعم والطاقة تبعة الحوامي هي بترتب لي الطاقة تبعة الجسم وكأنه أعملت غسيل الطاقة طبعا للأسف أيضا حتى تثبت أنها تعرف وأنها لديها فكرة يعني في الدين أولا هذا الحديث الذي ذكرته ليس بهذه الطريقة الذي يعني يقوم بالحج يعود كيوم ولدته أمه ولكن ليس لأنه نظف طاقاته كما تقول وليس تنظيف طاقات أصلا هي الفكرة أنه تغفر الذنوب ليس تنظيف أرواح بالضرورة وإنما هو إله مريد نتوجه إليه بالدعاء والتوبة والمغفرة فيتوب علينا فينظفنا من الذنوب وليس ينظف الطاقة والروح فقط لكن هؤلاء لا يفهمون الأمر بهذه الطريقة لا يفهمون الدين كما نفهمه نحن أن هناك ذنوب تتراكم وأنت تريد أن تغسل صحيفتك وليس فقط الروح أو الطاقة الحيوية التي لديك لأنهم لو كانوا يفهمون الدين كما نفهمه نحن وكما جاء في السنة الواضحة فالطبيعي أنه سيظهر أثر التقوى على حياتهم لكن من ينغمس في الذنوب ويستعلن بها ويدعو إليها وحياته كلها قائمة على كوارث لا أريد أن أطيل في هذا الأمر ربنا بحاسبهم لكن أقول هو ليس مجرد غفلة كما هو حال كثير من العصاء الذين قد يتوبون في أي لحظة ونتمنى لهم يتوبوا أيضا ولكن أنه على الأقل هو يعرف أنه عاصي هؤلاء لديهم مشكلة في العقيدة نفسها فكرة وحدة الوجود وهي أن الكون يتضمن الوجود كله هو عبارة عن إله غامض إلى حد ما تقريبا يحل في هذا الوجود وهذا الوجود هو نفسه اللي هو الكون هو نفسه الإله بدرجة أو بأخرى لأنه ينبثق عنه طبعا هي لد تكون فهمة هذا العمق لكن هي من خريط في هذا الأمر الذي يمكن أن نستشفه من كلام هذا الطبيب وهي نتيجة كل الفلسفات الباطنية هندوسية البوذية وغيرها فالإنسان نفسه كما سنسمع الآن هو أيضا نتيجة لهذا الكون الكون كله الإنسان الحيوانات الطبيعة الأشجار الحشرات الجمادات الكواكب كلها هي نفسها الله جل وعلا اللي ينبثق عنه كل شيء اللي هو المصدر الواحد كما قالوا قبل قليل على أي حال للأسف هي محاولاتها دائمة لأن تقول أي شيء في كلامها للتعليق على كلام الطبيب هو مثل حشو هو محاولة ملء أي خرافة بكلام تحاول أن تجعله كلاما علميا روحيا دينيا كما قلت هذا مقبول في الشعر والأدب والتحفيز وإلى آخره ولكن ليس في العلم والدين أنت لما تعمل عملية الطواف ترجع للعنصر الأول تتحد معه إذن أنا عملت التوحيد ومن ثم إنا لله وإنا إلي راجعون اللي هي أنا الاتحاد مع المنظمة والعنصر الأول حتى إنا الله وإنا إليه راجعون عمليا الروح الإنسان جاي من روح الخالق صحيح ونفقنا فيه نعم فلما إحنا الجسد يعني بيدوب وبموت فبنرجع للخالق صحيح كما رأينا فسرت التوحيد بأنه الاتحاد تتم وتأكيد ما قلته قبل قليل هو أيضا كما رأينا قال إنه نعم صحيح وافقها نحن نرجع إلى الخالق وإنا إليه راجعون بمعنى سنموت ونرجع إلى الله هذا هو المعنى الذين فهمه لكن هم يفهمونه بنظرية وحدة الوجود والفناء أن تتحد مع الله وتفنى فيه وهذا موجود أيضا للأسف لدى غلات المتصوفة الذين آمنوا بوحدة الوجود القانون الثالث لنسميه الثالوث الكوني كل كل إشي اللي موجود في حالة ثبات دائما معمول من ثلاثة هنا أيضا يبتكر قانون الثالوث أحد قوانينه السبعة يعني لا أرى أن هناك شيء استحق التوقف كلام فلسفي كالعادة تقريبا يشبه لما البعض مثلا عندنا نحن يبحثون عن أسرار الرقم سبعة يعني هناك سبع أشواط في الطواف وفي السعي سبع ألوان للطيف سبع سماوات سبع أرضين إلى آخر فهناك إذن تكرار كثير لرقم السبعة تكرار كثير لرقم الثلاثة فتعالنا نبحث عن أسرار يعني ليست هناك مشكلة في إيجاد أسرار معينة لكن أن تعتبر أن هذا مصدر لوضع قوانين ومن خلالها تستطيع أن تكتشف كيف يحكم هذا العالم وكيف تسير هذه الطبيعة وكيف تسير الروح وكيف يسير الإنسان وكيف خلق الله الوجود هذه ليست مبالقة فقط بالأمور ليس عليها دليل وهو في نهاية أفتراء وتضليل أيضا وكذب وضحك على الناس الفوطونات عمليا وعالم الملائكة موجود في القطب الإيجابي تبع العالم الروحاني بينما عالم الجن والشيطان موجود في القطب السلبي إذا مشكل جن هو شيطان لأنه فينا سبع طبقات من عالم الجن من الشيطان اللي هو بأدنى طبقة لحد العبكريين اللي هنم موجودين في الطبقة السابعة منه هو جن هو قريب على الإنسان وبساعد الإنسان وبسبب لتقدم وتطور من ناحية تكنولوجية ومن ناحية أفكار جديدة ومن ناحية اختراعات هنا نخوض في أمور الآن أكثر عمقة لما يقول الملائكة والفوطونات في القطب الإيجابي أيضا أين الدليل بعكس الجن الذين قال أنهم سبع طبقات الطبقات السبعة للجن موجودة لدى البوذية بالمناسبة وأنا سبقا نشرت مقال عن البوذية تجدوه بإسمين وبحثتم منشور على موقع الجزيرة نعم نحن عندنا في الإسلام هناك أصناف للجن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجن ثلاثة أصناف سنف لهم أجنح يطيرون في الهواء وسنف حيات وكلاب وسنف يحلون ويضعنون إذن هي أصناف وليس طبقات سبعة ولكن كلامه هذا ليس خطيرا فقط لأنه قد تباسه من البوذية بل هو هنا يبرر بطريقة غير مباشرة ولا يفهم الكثير من من خاضوا في هذا المجال التعامل مع هؤلاء الجن لأنه كل من خاض فيه هذا كما قلت أكثر من مرة لا يمكن إلا أن يتعامل مع الجن خصوصا من وصل إلى هذه المرحلة وهنا ماستر أستاذ ويعلم ويعطي دورات هنا أكيد مئة بالمئة هو يتعامل مع الجن ويأتون إليه ويتواصل معهم لكن هي ما سألته ولا أدري إذا هو ذكر هذا في مكان آخر أنا شبه متأكد من خلال معرفتي بما يقوله هؤلاء أنه لو سئل وأراد أن وجيب سيقول لك نعم أنا أتعامل مع الطبقة الأخيرة اللي هي العباقرة اللي كما رأيناه يعتبرهم جن جيدين هم الذين يعطون المعرفة والحكمة للناس طبعا هذا ما يقوله الشياطين هذا ما يقوله عبدد الشيطان أصلا الذين يعتبرون أن لوسيفر إبليس هو حامل ضياء المعرفة الذي أراد أن يحمل المعرفة للإنسان وهي نفس أسطورة بروميثيوس الذي حامل شعلة النار حتى يدفئ بها الإنسان في وجوده الأول لكن هو هنا يتجاوز هذه النقطة ولا يقول أنه يتواصل معهم أصلا وفي القرآن في مسميات للجن وفي الكتب السماوية في التوراة والإنجيل وكله يتكلم عن هذا الموضوع هل نقدر نعتبر المسمى هذا هم نفسهم اللي القاردس أو الحفظة في القرآن يقول جعلنا لكل إنسان حفظة يعني من أمامهم من خلفهم يمينهم شمالهم فوقهم تحت منه الإنسان لم يخلق عبد الفنانة أو المطربة الآن تقول أن الجن مذكرين في التوراة والإنجيل هذا غير صحيح وأنها ذكرته أكثر مرة الجن بمعنى الجن مذكرين فقط عندنا في القرآن الكريم وهم يعتبرون الكروبيم جزء من الملائكة ومنهم إبليس والملائكة الساقطة تقول هل الجن هم الحفظة؟ سؤال خطير جدا أولا للآية ليست كما ذكرتها أو كما هي حاولت أن تتخيل هناك آية الآية كما تقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله المعقبات الذين يحفظون ليسوا هم كما تتخيل ليسوا هم الجن طبعا هم الملائكة مئة بالمئة وهذا أمر مفروغ منه وكما قال بن كثير هناك أربعة ملائكة يتنوبون بالليل والنهار اثنان عن الطرفين لمية والشمال حتى يسجلوا الحسنة والسيئات واثنان من الأمام والخلف حتى يحفظوه من أمر الله بأمر الله طبعا ولكن أكيد ليسوا هم الجن لكن مجرد طرح هذا السؤال يعني هو مشكلة لما هؤلاء يعتبرون أن الجن لديهم هذه القدرة وهذه الرغبة في حماية الإنسان بل هم الذين يسخرون بأمر الله حتى يحفظوا الإنسان فهذه هي المشكلة هذا الدليل تضليل هؤلاء فيما وصلوا إليه لأن أنا بأخذ أمورك اللي تكلم فيها علمي بحاول أردها لأصل الكتاب عبارتها أضحكتني تقول أخذ كلامك العلمي وأرده لأصله بالكتاب ولا هو كلام علمي أصلا ولا هي عندها علم بالكتاب حتى ترده إلى الكتاب اللي هو القرآن يعني نحكي عن الروح الإنسان يمكسم ثلاث أقسام لدينا روح حيواني روح إنساني وروح القرين الروح الإنساني جاي من النور جاي من عالم الملائكي الروح الحيواني جاي من المجال المغماطيسي وروح القرين جاي من عالم الجن بالكتب الإيجابي الطاقة بتطلع منه بالكتب السلبي الطاقة بتخوت فيه عالم الجن بوخ الطاقة عالم الملائكة بعطي طاقة عند الإنسان شيء مميز فيه هو الروح الإنسانية اللي جاي من عالم الملائكة بس العالم الملائكة الموجود بالبرزخ لأنه البرزخ مقصوم كمان لقسمين فيه برزخ لعالم الملائكة أو فيه برزخ لعالم الجن الشياطين مش لشياطين عالم الجن بس لما بكون الجن في عندهم كنينة العطاء والأخذ بنضم إلنا كروح قرين آه أوكي بس نفس الروح القرين إذا إحنا كنا أنانيين بسير شيطان ومن يعش عن ذكر الرحمن فنقيد له شيطان فكان له قرين يعني الإنسان اللي بسكرش اسم ربه وما فيش عنده إيمان وفي عنده بس أنانية الروح القرين تبعه بسير شيطان هذا كلام خطير جدا لما يعتبر أنه تغير الشيطان من حالة الجن إلى الشيطان نتيجة لأنانية الإنسان هذا خطير أولا الشياطين موجودين في عالم الإنس والجن كما في الحديث وهذا مؤكد ثم إبليس لهو أول شيطان كما نعرفه هو الذي عصى بنفسه وجنوده هو الذي يرسلهم أصلا ليضلوا الإنسان والله جل وعلا يسلط علينا هذا الشيطان وشياطينه والآخرون ويقيد قرين لكل إنسان هذا من باب الإبتلاء والفتنة أيضا كما قد يعرضنا أو يسلط علينا شياطين الإنس وأيضا قراءته للآية خطأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين يعش عن ذكر الرحمن بنفسه هذا الإنسان يعني يضل عن ذكر الرحمن وليس ما يذكرش الله ويكون أناني أيضا بل يعرض عن ذكر الرحمن عن القرآن وعن الإسلام وعن الوحي فيتسلط عليه بالضرورة وبشكل مضاعف القرين واللي هو أصلا موجود لكل إنسان كل إنسان في له قرين وليس أنه الإنسان أصلا إذا صار أناني وليس ضال طبعا وليس كافر لأن مفهوم من الإسلام والدين مختلف تماما ولحظوا الإنسانوية هنا وفكرة أنه الأصل هو أنك تكون معطاء يعني خيرك مع الإنسان مع الناس الآخرين هو الأصل وليس علاقتك بربك يا الأصل هل أي حال هي الفكرة عندهم بما أنه أنت تغيرت وإنت صار أناني صار الجن الآخر المسلط عليك صار قرينا وإذا ما صارت أناني فهو أيضا سيساعدك وسيعطيك المعلومات بما أن هؤلاء يؤمنون بأنهم على خير طبعا فإذا الملائكة بما أنهم أصلا طبعا يعتبرون أنفسهم على خير فهذه الكائنات التي تظهر لهم ويعطوهم معلومات بما فيها هذه الفلسفة التي يتحدثون عنها فيعتبرون أن هؤلاء هم الجن الطيبون هم العباقرة هم الطبق العليا من الجن التي تعطيهم معلومات هذا لأنه هو أصله مسلم هذا الرجل فيؤمن أن هؤلاء ملائكة بيعطوهم معلومات خيرة أما الآخرين من أديان أخرى فإما يعتبروهم جن شياطين بمعنى الكلمة وليس من الطبق العليا أو يعتبروهم أرواح طبعا من الحكماء طيب نتابع هنا كل الأشياء التي تعمل لك سعادة أو تعمل لك معانا هي جزء من المصير فهيك الإنساء يعرف بالظبط ما الأشياء التي يجب أن يعملها يعني لا يوجد شيء تذهب بعيد تصل إلى الهند وتعمل تأملك وتعملك فهي قدام عيونك سيدنا المسيح يقول وَتَحْسُبَنَّ نَفْسَكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ نَطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرِ كل الأكوان فيك أنت ملا داعي المسجد في الساجد ما لها داعي تروح أفر وير لأني أنا ما كثير مع هذي يروحون آخر الدنيا عشان يسوي التأمل وتيكتشف ذاته أولا لاحظوا الأخطاء اللغوية ومحاولات التعالم اللي ما لها داعي واللي تكشف الجهل والسطحية للأسف نسبت المقولة للمسيح عليه السلام وهي مقولة منسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحتى يعني صحة روايتها ونسبته إليه مشكوك فيها كثيرا ربما الشع الذي نسبوها إليه وطبعا هذا البيت يعني يتناقله الكثير من المتصوفة وهو يعني المقولة نفسة التي ذكرتها وتبعاتها كما تؤمن هي بها إنه ما في داعي للذهاب إلى الأماكن الأخرى هي ذكرت الأماكن التي لها علاقة بالتأمل لكن أيضا غلاة المتصوفة والذين أسقطوا التكليف اعتبروا أن مسجدك في قلبك وكعبتك في قلبك وإلى آخر من كلام الشعر هذا فلا داعي للذهاب إلى المسجد ولا إلى حتى الحج وإسقاط التكاليف كلها بما أنه أنت علاقتك بربك وكأنك نبي يعني ولست بحاجة إلى الإله ولا إلى عبادته أنا على فكرة عملت جهاز اللي بقيس الحيوية آه طاقة الحيوية لكل شيء الحيوية تبعا كل إشي منهم كله بنشربه حلو بنعرف كديش الأكل ملائم إلي شخصيا هذا إشي يعني علمي موجود الجهاز هنا دكتور في العيالة؟ هو مش للبيع أنا بروتوتيب فالو عندي أفهم بس بس نسمى التجربة ونصورها موجود أنا بجيب نجيب أكل وحط أنا جسمين للتجربة وتعال نجرب ونصورها ياريت آه نجيب إن شاء الله هذا كلام خطير لما يقول أنه اخترع جهاز يقيس الطاقة لكل الطعام ويقول أنه علمي أيضا يعني هذه جرعة كبيرة هو يعرف أن العلم لا يؤمن بكل هذا أصلا ثم يقول لما أحرجته يقول هو ليس للبيع ثم يقول سنحضره أنا حسب ما رأيت الفيديو هذا وفيديوهات أخرى من زيارتها إليه لم يحضر هذا الجهاز ولم نره أصلا دكتور فيه ناس كثيرا حابة تتعلم في الأكاديمية عندك نعم وين أكاديميته وكيف يتواصلون معك الأكاديمية موجودة في هرتزيليا هي في شمال تل أبيف على البحر زي ما أنت شايف كثير حلو منطقة جميل كما يقول الأكاديمية التي يعلم فيها الناس في هرتزيليا المدينة الإسرائيلية بين قوسين وتقول له أفخم منطقة نعم كل من يعمل في هذا المجال ويصبح مشهورا أكيد سيجني الكثير من الأموال طيب أنا أكتفي الآن بهذا القدر من هذه المقابلة هناك أمور أخرى مهمة سنستعرض جلسة الغسيلة الطاقة التي قامت بها هذه الفنانة وأمور أخرى صورتها أيضا هذه الفنانة مع أنها حذفتها من حسابها لكن البعض سجلوها وأرسلوها لي أيضا سنستعرض فيلم وثائقي سجل مع هذا الطبيب منذ سنوات طويلة وفيه جلسة غسيل طاقي بالتفصيل وسأريكم إلى أي مدى يظهر تغلق الشياطين في هذه الفنون والتي لها آثار إيجابية لها علاقة بالعلاج كما قلنا وآثار كارثية أخرى سواء على الجسم أو على الدين وهذا هو الأهم أكتفي الآن بهذا القدر شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم